هل استفاق حزب الله من صدمة تفجيرات البيجر؟ تساؤلات من العيار الثقيل فاغتيال هنية في قلب طهران عبر جهاز هاتفه لم ترد إيران حتى الآن فهل سيرد حزب الله على اغتيالات نفذت بتفجير مئات الأجهزة؟ عملية البيجر جعلت وسائل الإعلام العبرية في حالة تفاخر ودهشة معتبرة أن العملية أظهرت قوة جهاز الموساد لديها المفاجأة الكبرى تمثلت في عجز حزب الله عن توقع هذا الهجوم وهو ما جعل الحزب في حالة صدمة غير مسبوقة حيث كشف الهجوم ضعفا غير متوقع في صفوفه وعرقل بشكل كبير نظام القيادة والتحكم الخاص به وبينما يتم الحديث عن إعاقات طويلة الأمد لمئات من مقتليه باتت الأسئلة تطرح حول مدى تأثير هذه العملية على مستقبل الحزب وقدرته على الرد الإجابة على هذا السؤال قد تتطلب وقتا ربما كما ترشح مصادر بأن يعيد حزب الله ترتيب صفوفه بمشورة السلطات في إيران لكن الواضح الآن أن إسرائيل نجحت في توجيه ضربة معنوية كبيرة وموجعة لحزب الله فهل سيعيد الحزب بناء نفسه أم أن هذه الصدمة ستجعله يعيد حساباته في حسابات السلطات الإسرائيلية وتحديدا خطة نتنياهو تظهر بوضوح رغبة إسرائيل في تقويد التواصل الداخلي لحزب الله وتوجيه رسالة سياسية بأن إسرائيل قادرة على توجيه ضربات دقيقة وقوية للحزب دون تكبد خسائر كبيرة مما يعزز من موقفها في الصراع ويؤكد تفوقها العسكري أمام خصومها في المنطقة أو قد يمهد لحرب واسعة في حال استمرت لغة الرد والرد على الرد بين الطرفين أو قد ينتهي الحزب إلى تغيير سياسي وأمني خشية الدخول في دوامة حرب لا نهاية لها